في هذه الحلقة الفصل الثالث العباس ومصطلح العصمة يتردد هذا السؤال العباس معصوم أو ليس بمعصوم أنا هنا لا أريد أن أدخل في متاهات الجهل التي تتجلى في كتب مراجعنا الكرام وخصوصا في الكتب العقائدية والكلامية لا أريد أن أبحث أن المعصوم يسهو لا يسهو أن المعصوم يترك الأولى أو لا يترك الأولى أن المعصوم عصمته عصمته ذاتية أو عرضية أن العصمة جاءت بعطاء من الله أو بسبب سعيه وعمله هناك عصمة صغرى اصطلحوا عليها وعصمة كبرى إلى بقية التفاصيل لا أريد أن أخوض في هذا الهراء الحوزوي لا شأن لي به أطوي كشحا عنه وأيمم وجشي إلى آن إلى دستور آل محمد إلى زيارة الجامعة الكبيرة مجنون أنا عندي فكر الإمام الهادي بين يدي أتركه وأذهب أبحث في ترهات علمائنا ومراجعنا الذين كرعوا في العيون القذرة الكادرة من الفكر الناصبي مجنون أنا الزيارة الجامعة الكبيرة وقبل أن أتوجه إلى الناحية التي أريد الحديث عنها هل العباس يترك الأولى العباس أجل من أن يقاس بمثل هذه المقاييس السخيفة العباس أجل العباس معصوم معصوم وعصمته تتجاوز كل هذه المعاني التي يتحدثون عنها العباس لا يترك الأولى العباس لا يسهو العباس عصمة كاملة لكن علينا أن نفهم معنى العصمة مثلما تحدثت عن معنى الإمام ما المراد من العصمة هل المراد من العصمة هو هذا المعنى من أن المعصوم لا يترك واجبا شرعيا ولا يرتكب محرما ما هذا الهزال هذا الهزال ولذا قلت قبل قليل من أنني لا أريد الحديث في هذا المستوى الضحل وأنا أتحدث عن العباس في زيارة الجامعة الكبيرة ماذا نقرأ هكذا نقول ومن اعتصم بكم فقد اعتصم بالله عصمتهم هي عصمة الله وانتهينا وسائر المعصومين ارتبوا عصمتهم بحسب قربهم منهم صلوات الله عليه العباس قطعا أقرب من الأنبياء إلى محمد وآل محمد فعصمته أعلى من عصمة الأنبياء النبوة في غير محمد وآل محمد وظيفة هكذا نحن نعتقد من أن عيسى نبي ولكنه سيكون من جنود إمام زماننا فإن ذهبت نبوته لو تدبرنا في الآيات القرآنية التي تحدثت عن الصديقة مريم وعن زكريا النبي وعن يحيى النبي فإن صديقة مريم ما كانت نبية ولكنها أعلى رتبة من زكريا ومن يحيى لو تدبرنا في سورة الكهت وفي قصة موسى والخضر فإن الخضر لم يكن نبيا وموسى كان نبيا من أولي العزم وكان بصحبته وصيه يوشع ابن نون كان بصحبة موسى ولكن الخضر كان سيد الموقف سلام الله عليه وعلى موسى وعلى وصيه وعلى محمد وآل محمد هذا الموضوع موضوع فيه تفصيل كثير النبوة وظيفة بل إن الرسالة التي هي أعلى من النبوة هي الأخرى وظيفة ماذا نقرأ في سورة المائدة في الآية في الآية السابعة والستين يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته لو كانت الرسالة منزلة فإن منازل محمد صلى الله عليه وآله ذاتية أنا هنا لا أريد أن أطيل الوقوف عند هذا الموضوع الرسالة لمحمد منزلة بعنوان ولايتها الكلية هناك تداخل في المصطلحات ما بين الإمامة والنبوة والرسالة والولاية ولكن الولاية هي الأعلى قد تستعمل الولاية بمعنى الإمامة وقد تستعمل الإمامة بمعنى الولاية ولكن إذا أردنا أن نمحص الأمور وأن نتجاوز الحيثيات واختلاف اللحاظات فإن الولاية هي الأعلى ما جاء في سورة الكهف في الآية الرابعة والأربعين هناك الولاية لله الحق النهاية هنا النهاية هنا نهاية المطاف هنا هناك الولاية لله الحق وبحسب أحاديث العترة الطاهرة في الكاف الشريف في الجزء الأول الآية الآية في ولاية علي قطعا هناك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبة الرسالة في بعض جهاتها إذا ما نظرنا إليها من لحاظ معين هي وظيفة والخطاب واضح في هذه الآية يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته لو كانت منزلة فهل أن الآية تخاطب النبي صلى الله عليه وآله فما بلغت رسالته الرسالة منزلة بمعنى الولاية الكلية ولذا قبل قليلا حينما قرأنا في دعاء شهر رجب الدعاء بدأ اللهم إني أسألك بمعاني بمعاني جميع ما يدعوك به ولاة أمرك مرد الأمر إلى الولاية لا فرق بينك وبينها إلى الولاية إلا أنهم عبادك وخلقك حتى في بيعة الغديري فإن فإن البيعة كانت على هذا العنوان على عنوان الولاية من أولى بكم من أنفسكم ألا من كنت مولاه فهذا علي مولاه اللهم والي من والاه وعادي من عاد البيعة البيعة كانت على الولاية قد يقول يقول قائل الولاية هنا بمعنى الإمامة الإمامة شأن من شؤونها المصطلحات المصطلحات متداخلة لست بصدد الحديث عن تذكيك هذه المصطلحات لأن الإمامة في نصوص تكون الولاية من شؤونها ولأن الولاية في نصوص تكون الإمامة من شؤونها ولكننا إذا أردنا أن نمحص النصوص النتيجة النهائية أولا هذه مصطلحات سيالة متحركة لأننا لا نتحدث عن قوانين الدنيا الإمامة والولاية هنا ترتبط بعالم الغيب فعينما ترتبط العناوين والمصطلحات بعالم الغيب ستكون سيالة ستكون متحركة بسبب اختلاف الحيثيات التي ينظر إليها حين استعمال هذا المصطلح في جهة من جهات المعاني الغيبية ولأن اللغة ستكون ضيقة حينئذ فلغة الدنيا للدنيا ما هي للغيب هذه لغة التراب للتراب ولذا الحقيقة القرآنية لما كانت لعالم التراب حبست في هذا التنزيل اللغوي القرآن واضح وصريح جداً في سورة الزخرف إنا جعلناه قرآناً عربياً جعل جعلاً هو شيء آخر لعلكم تعقلون يتناسب مع العالم التراب أما حقيقته ما هي وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم حقيقة القرآن هذه إنا جعلناه قرآناً عربياً لعلكم تعقلون أما في الحقيقة ما هو وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم أنا هنا لا أريد أن أتحدث عن كل صغيرة وكبيرة الحديث موجز ومختصر ومختصر جداً الفصل الثالث عنوانه العباس ومصطلح العصمة ومن اعتصم بكم فقد اعتصم بالله عصمتهم عصمة الله وهذا المعنى واضح جداً في دعاء البهاء اللهم إني أسألك من جمالك بأجمله الجمال الجمال الذاتي ليس فيه مراتب هذا الجمال في تجلياته أجمل الجمال إمام زماننا أجمل الجمال المعصومون الأربعة الأربعة عشر محمد علي فاطمة حسن حسين ومن سجادهم إلى قائمهم إلى قائمهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين اللهم التي أساءت إلى محمد وآل محمد هذا هو الكافي الشريف ماذا يقول إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه علي لن يقرأ من الجزء الأول وأقرأ من كتاب التوحيد وهذا الباب هو باب النوادر الحديث الرابع عن معاوية ابن عمار عن صادق الأترة في قول الله عز وجل ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها ماذا قال إمامنا الصادق قال نحن والله الأسماء الحسنى التي لا يقبل الله من العباد عملا إلا بمعرفتنا عصمتهم عصمة الأسماء الحسنى إنني أتحدث عن عصمتهم التي تدركها عقولنا وإلا فعصمتهم عصمة الله ومن اعتصم بكم فقد اعتصم بالله تلك هي عصمة محمد وآل محمد الأنبياء يقتربون يبتعدون من هنا تتحدد درجة عصمتهم الأحاديث أخبرتنا من أن الشاهد على الأنبياء حمزة وجعفار هذا هذا يعني أنهما أقرب والأحاديث حدثتنا عن أن العباس يغبطه جميع الشهداء وكل الأنبياء شهداء إنني لا أتحدث عن الشهادة بمعنى القتل إنني أتحدث عن الشهادة عن شهادة العلم كل الشهداء يغبطون العباس والحمزة وجعفر من الشهداء الذين يغبطون العباس وهما الشاهدان على كل الأنبياء هكذا حدثنا صادق العترة هذا ما هو بحديثي الرواية في الكاف الشريف وسأقف عندها قلت لكم قبل قليل من أن أن أتحدث هنا حديثا مجملا من دون تفصيل التفاصيل تأتينا في الحلقات القادمة إن شاء الله تعالى نذهب إلى فاصل السلام عليك السلام العارف بحرمتك المخلص في ولايتك المتقرب إلى الله بمحبتك البرائي من أعدائك سلام من قلبه سلام من قلبه بمصابك مقروح ودمعه عند ذكرك مسفوح سلام المفجوع المحزون ألواله المستكين سلام من لو كان معك في الطفوف لوقاك بنفسه حد السيوف وبذلا حشاشته دونك للحتوف وجاهدا بين يدك ونصرك على من بغى عليك وفداك بروحه وجسده وماله وولدئه وروحه لروحك فداء وأهله لأهلك وقال خلاصة القول العباس أعلى شأن من أن يوصف بالإمام بحسب ما تصف الشيعة مراجعها أو بحسب ما يصف مراجع الشيعة أئمتهم الذين يعتقدون بهم بحسب كتبهم العقائدية والكلامية العباس أعلى شأن بكثير من ذلك لكن العباس لا يوصف بالإمام الذي هو خاص بالمعصومين الأربعة عشر الإمام ولي الأمر هو وجه الله لا فرق بينه وبين الله إلا أنه مخلوقه وعبده العباس لا يوصف بهذا الوصف هذا وصف خاص بالمعصومين الأربعة عشر لكن العباس أعلى بكثير من أوصاف الإمامة التي يتحدث عنها الشيعة أو التي يتحدث عنها مراجع الشيعة في كتبهم العقائدية والكلامية عصمته لا مقايسة بين عصمته وبين عصمة غيره هناك مجموعة قريبة من المعصومين الأربعة عشر العباس قمر فيهم سيأتي الحديث وبنحو مجمل عن تلك الأسماء اللامعة الطاهرة المطهرة التي تتجاوز عصمتها بكثير جدا عصمة الأنبياء الكلام مجمل هنا وتفصيل يأتي اتباعا لازلنا في المحضر القدسي لعباس العصمة والطهارة لعباس الجمال والجلال كما قلت في المقدمة إلى جمال بن هاشم ونافجة مسك آل أبي طالب وقمر الحسين في كربلاء كربلاء قرب عن وجه أخيك الحسين يا قمر اكشف الكرب عن وجوهنا بحق لأخيك الحسين اشتركوا في القناة